وبعدين ازا ما كناش بنساند منتخبنا وهو بيلعب على ارضنا حنسانده امتى? حتى لو الاداء وحش شوية لكن احنا نقدر نكسب بالجمهور نقدر نكسب بيكم والمباريات الاولى في بعض الاوقات بتحتكد المباريات الاولى في بعض الاوقات صدقوني بتحتكد عشان كده انا بقول لحضراتكم الناس دايما تقول لك ايه جمهور للعب رقم 12 لا بالنسبة لنا بالنسبة لنا ان الجمهور ده اللاعب رقم واحد اللاعب رقم واحد انا لما ببقى في مش انا يعني اكس من اللاعبين لما ببقى في الملعب وشايف ال 75000 متفرج دي بتبقى يا جماعة حاجة صعبة جدا جدا ان انت يبقى حوالي 75000 متفرج بيهتفوا باسم بلدك باسم مصر اللي حصل خلال اليومين 3 اللي فاتوا انتهى خلاص بقى محدش يقول لي عمر وردة واصل مش عارف مين والكلام الفاضي اللي بيتقال ده خلاص انتهى الموضوع انا عارف ان عشان حضراتكم غايبين بقى لكم فترة عن المدرجات مش عارفين ايمتكم اللاعب الافارقة بالمناسبة بتترعب من حضراتكم بتترعب من ال 75000 اللي بيبقوا متوجدين بتقللهم للنص لكن قيمة الجمهور المصري في استاذ القاهرة قيمة مختلفة انتو فاكرين لما كنا في 2006 دروجبة وقتو مش عارف ومين ومين واسماء كبيرة جدا 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 وانا كل الاسماء دي مع وجود الجمهور المصري في المدرجات ومع اللاعبين اللي موجودين وحماسة الجمهور المصري كل الاسماء دي بقت تحت اللاعبتنا المصريين و고در اللاعبين المصريين في ذلك الوقت قدر اللاعبين المصريين في ذلك الوقت يكسبوا هؤلاء اللاعبين هو ده الجمهور اللي كسبنا هو ده حضراتكم وانتو موجودين في الملعب انا متأكد ان بكرة حيحصل كده بكرة حيحصل كده واكتر كمان تشجيع لغاية الدقيقة تسعين لو كسبنين واحد عايزين نجيب التاني كسبنين اتنين عايزين نجيب التالت هي دي كرة القدم كرة القدم بدون الجمهور حاجة صعبة قوي صعبة انا باحمد ربنا وبقول الحمد لله وبسجد مئة مرة على الموضوع ده ان انا لعبت كرة قدم وكان فيه جمهور الله يكون في قن الجيل اللي موجود دلوقتي خلاص ابتدت بقى الفترة ان شاء الله والريس قال ان شاء الله يتم تطبيق الموضوع خلال الفترة اللي جاي والجمهور يرجع في المسابقات المحلية ابتداء من الموسم اللي جاي فمن فضل حضراتكم لغة والتشاؤم مش لغة الجمهور المصري مش لغة الجمهور المصري انا 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 واحد من الجمهور دلوقتي وكنت قبل كده بستنى الناس تشجع وبقى متحمس جدا ومستني الناس تشجع وهي فلسطين الفارق كبير جدا جدا ما بين الجمهور المصري واي جمهور اخر اللي قدام حضراتكم ده بيحرك الصخر بيحرك الصخر هتتعبوا وبكرة المباراة هتبقى صعبة وحتقفوا وراء منتخبكم وحنفضل وقفين وراء منتخبنا الغاية ان شاء الله ما يكون اهو بصوا درجبة درجبة مخدود بتحسن هو مخدود درجبة درجبة اللي هو واحد من اعظم اللاعبين والاساطير في الكرة الافريقية مخدود من الجمهور اللي امام حضراتكم فمن فضل حضراتكم اللغة اللي بنتكلم بيها او اللغة اللي قلقانة من حق الناس كلها تقلق طبعا لكن في نفس الوقت يبقى قلقك بثقة عندك مدير فني جيد عندك مدير منتخب جيد عندك مدرب عام جيد عندك الجهاز فني رائع الحقيقة وعندك 23 لعب هو ده اللي اختارهم الجهاز اللي يتناسبوا مع طريقته وبالمناسبة في وسط كل الكلام اللي انا بقوله لكم ده احنا بنقول الاخطاء بنقول ان اجري ما ينفعش يفضل يهاجم 90 دقيقة ما ينفعش يطير البكين ويخلي الحتة اللي على البكين فاضية وراء ايمن وراء المحمدي ما ينفعش طريق حمد ينزل في النص وتفتح البكين وتسيب النص الملعب فاضي حاجات كتيرة جدا بنقولها واكيد الخفير اجري عارف هذا الكلام واكيد هو فيه في دماغه حاجة او فكرة عايز يوصلها حتبان حتبان مع المباريات خلينا نسخ في جهازنا الفني خلينا نسخ في لعبتنا عندنا مباراة صعبة جدا جدا بكرة ان شاء الله حضراتكم هتكسبوا اي حد الـ 75000 اللي موجودين وصيحات الـ 75000 اللي موجودين يعني تكسب يعني تكسب الدنيا كلها تكسب اي حد في وجود هذا الجمهور وفي هذا الاستاذ وبالروح حضراتكم وبالروح اللاعبين ان شاء الله نكسب هذه المباراة مين التشكيل اللي حيلعب مين اللي مش حيلعب كل ده نبقى نتكلم فيه بكرة لكن من النهاردة البكرة احنا الـ 75000 اللي حيبقوا متواجدين في الاستاذ راحين لغرض واحد بس وهو التشجيع عشان نكسب التشجيع علشان نكسب لكن اللي حيشجع لا لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله دخل فينا جون هيحصل ايه حنشجع اكتر حنشجع اكتر وحنموت نفسنا اكتر كجمهور عشان اللاعب بصوا يا جماعة والله المنظر ده معرفش بقى يعني الواحد لما بيبقى في الملعب حاجة ولما بيبقى برا الملعب حاجة لكن انا بالنسبالي المنظر ده لما كنت ببقى في الاستاذ وبشوف المنظر ده كده ده كان بالنسبالي حاجة خرافية كان بالنسبالي انا عايز اعمل اي حاجة عشان اخرج الـ 75000 دول مبسوطين هنا بيبان شخصية اللاعب بيبان محمد صلاح بيبان النني بيبان بقية اللاعبين بيبان وليد سليمان بيبان تريزي جي بيبان مروان بيبان كل اللاعبين اللي موجودين هي فترة صعبة ودايما مساندة الجمهور المصري هي اللي بتخرجنا من الفترات الصعبة في اي حاجة في نادي في المنتخب بقى تخيل حضرتك ان انت 104 مليون فيه 3-4 ما بيشجعوش الكرة 3-4 مليون يعني ما بيشجعوش الكرة فتخيل حضرتك ان فيه 100 مليون بيبقوا قاعدين بيتفرجوا عليك اه انت كلعيب بيبقى عليك ضغط كبير عصبي ونفسي وكل حاجة ولكن في نفس الوقت انت لعيب شخصيتك حتبان محمد صلاح اللي خد دوري ابطال اوروبا حيبان في مثل هذه المباريات احمد حجازي اللي هو واخد كل العالي وكل الوقت وافضل المدافعين في الدولة الانجليزية في الدرجة التانية حيبان النني اللي ما بيلعبش كتير بالمناسبة ولكن وجود النني في وسط الملعب مهم جدا افتكروا اللحظة دي افتكروا اللحظة اللي احنا كنا قد ايه فرحانين احنا انا كنت في الملعب يعني كنت طبعا مع الجمهور في الملعب في اه هذه المباراة قد ايه الفرحة وقد ايه الجمال كل ايه الحاجات الحلوة دي ايه الجمهور ده عشان كده حضراتكم بكرة ليه قدور كبير جدا جدا مع الجهاز الفني طبعا اللي حيبقى حيحط التشكيل الافضل والامثل من وجهة نظره وايضا مع ال 11 اللي حينزله وال11 اللي حيبدأه اساسين وال3 اللي حينزله في التغييرات انا بس بدأت مع حضراتكم بهذا الموضوع لان من الواضح ان هناك حالة من القلق وانا بتكلم بمنتهى الصراحة انا انا بكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة واجري اتكلم في هذا الموضوع النهاردة في المؤتمر الصحفي هكلمكم عنه دلوقتي ولكن ثقتي كبيرة جدا جدا في الجمهور المصري ومتأكد ان بكرة حيبقى ليهم مش بكرة بس المباريات القادمة كلها لغاية لما ان شاء الله نشيل الكاس ونرفعه كده لفوق الجمهور المصري حيبقى له الدور الاول والاخير في هذه البطولة ان شاء الله كالعادة كالعادة يعني طيب ايه النهاردة ايه مع عايز اتكلم مع حضراتكم عن منتخبنا الوطني خفير اجاري وبالمناسبة بس قبل ما اكمل كلامي عن ايه المنتخب الوطني والمؤتمر الصحفي اللي عقده خفير اجاري وقال في ايه 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 وان العقاب موجود موجود او حيحصل حيحصل ولكن مش هنقوله دلوقت ده الكلام اللي انا قلته لكم من يومين ده الكلام اللي قلته لحضراتكم من يومين ان احنا يا جماعة كل حاجة عندنا جهاز اداري جيد وعندنا جهاز فني جيد وعارفين لكن في اوقات انا ماينفعش اقول ان انا عقبت اسلام بكذا لا لكن ممكن جدا جدا انا هقوله انت اتعقبت وانت غلطت في كذا وكذا وكذا عشان كده في واحد اتنين تلاتة هقصم منك كذا وهعمل كذا وهعمل ولو حصلت منك تاني هيتم استبعادك مثلا لكن ما اقدرش اطلع اقول كده في الاعلام كمدير للمنتخب او كمدير فني لكن كله في وقته حيبان صدقوني بعد البطولة حيبان حاجات كتيرة جدا فعشان كده ننسى بقى الموضوع ده ونقفله خلاص اللي اخطأ اخطأ واللي ما اخطأش ما اخطأش والموضوع انتهى على كده وخلينا نركز فيه مباراة المنتخب مش معقول يا جماعة موضوع هايف زي ده يقلب مصر كلها اخطأ اه اخطأ نقول له ان انت اخطأت فلان اخطأ علان اخطأ ده ما اخطأش ده ما اخطأش لكن خلاص الموضوع انتهى خليه بقى يركز في الكرة وهو كمال بعد كده حيبقى واخد باله كويس جدا انه هو لازم يركز في كرة القدم بس او هؤلاء يعني اي حد بيعمل حاجة فخلينا نركز مع المنتخب خلينا نركز في ارض الملعب المنتخب هيعمل ايه وده اللي احنا عايزين وفي نفس الوقت هنتكلم في السلبيات وحنتكلم في المنتخب يعمل ايه علشان يكسب المباراة القادمة ومن وجهة نظارنا وعندي النهاردة ثلاثة محللين كبار هتكلم معاهم عن المنتخب والسلبيات وإن اللي ممكن يعملوا منتخبنا الواطن علشان يكسب بكرة علشان يفرح الخمسة وسبعين لا خمسة بينه